بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان يعني أنا مؤمن ومسلم ما هو الفرق طيب أيضا ما هو الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام يعني مثلا الصلاة هي ركن من أركان الإيمان أم هي ركن من أركان الإسلام طيب هل جميع الأنبياء كانوا مؤمنين أم مسلمين في هذا البحث سيكون مرجعنا هو القرآن العظيم لنتدبر ونفهم وندرك أنه لا يوجد ترادف في القرآن فكل كلمة من كلمات القرآن أيها الأحبة وضعت بدقة مذهلة لتحقق الإعجاز البياني تحقق المعنى المطلوب الذي أراد الله أن يبلغه للناس وتحقق أيضا الإعجاز الهندسي والرقمي ولكن اليوم سنتأمل فقط الفرق بين هتين الكلمتين في البداية أيها الأحبة الجذر اللغوي سليمة الإسلام ما هو جذرها اللغوي هذه الكلمة سليمة تكررت الإسلام أو كلمة سليمة بمشتقاتها يعني إسلام مسلمين مسلمون أسلمة سليمة إلى آخره 140 مرة بينما الجذر اللغوي أمنا يعني بكل مشتقاته آمنة إيمان مؤمنين مؤمنون أمنا أمن إلى آخره تكررت 879 مرة أي أكثر من ستة أضعاف يعني الإيمان ذكر في القرآن أكثر من ستة أضعاف الإسلام أو الجذر اللغوي السليمة طبعا الإسلام أيها الأحبة ما هو كلنا نظن أن الإسلام هو درجة من درجات الإيمان لا هناك فرق شاسع جدا بين الإسلام والإيمان وسنكتشف هذا الفرق من القرآن العظيم لندرك ونجيب عن التساؤل أن الأركان الأساسية الخمسة الصلاة والزكاة والصيام هل هي أركان للإيمان أم أركان للإسلام وسيكون دليلنا هو آيات القرآن العظيم أولا أيها الأحبة الإيمان محله القلب الإيمان محله القلب إذن الإيمان هنا خذ معي هذه الآية أخي الحبيب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى لم يقل له قال أولم تسلم لا قال أولم تؤمن لماذا؟ عندما قال له أولم تؤمن يعني بقلبك قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي إذن الإيمان هو وسيلة لطمئنان القلب طيب الآية الثانية فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله هؤلاء اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم ماذا قالوا؟ قلوبنا غلف مغلق يعني ماذا أجابهم الله؟ قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون سبحان الله هنا علاقة مباشرة بين القلب والإيمان إذن هذه الآية تقول لك إن الإيمان محله القلب وهنا فارق كبير جدا بين الإسلام الذي سنشرحه بعد قليل وبين الإيمان إذن هذه الآيات تؤكد لنا أن الإيمان في القلب بل قالوا قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف ماذا رد عليهم الله سبحانه وتعالى؟ قال بل طبع الله عليها بكفرهم الله لا يظلم أحدا بسبب كفرهم طبع على قلوبهم بسبب الكفر والإلحاد والتشكيك والإجرام والظلم وقتل الأنبياء وأكل أموال الناس في الباطل كل هذه تجعل القلب مغلفا بجدار منيع لا يرى الإيمان لا يسمع صوت الحق لذلك قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا فلا يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا طيب دعوني أذهب معكم للآية التالية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم آيات شديدة توضوح أيها الأحبة لأننا سنصل إلى نتيجة خطيرة بعد قليل لننفي فكرة سائدة لدى البعض أن الصلاة من أركان الإيمان يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بقلوبهم آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم إذن الإيمان يجب أن يكون في القلب أيضا دعاء موسى عليه السلام على فرعون وقومه ماذا قال قال واشدد على قلوبهم سيدنا موسى هو الذي يقول واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم طبعا هذا الدعاء أيها الأحبة لا يعني أن سيدنا موسى يريد لهم الشر لا هو يقول يا رب بسبب كفرهم وتكذيبهم وإلحادهم أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني هناك إنسان أيها الأحبة قلبه رقيق قد يكون ملحدا على فكرة نرى كثير من الملحدين قلبه رقيق سبحان الله من حوار واحد يؤمن بالله حوار واحد تجلس معه يؤمن بالله وهناك من تنصحه وتحاوره وتناقشه فهو يلحد ويكفر لذلك هنا سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريهم نتائج أعمالهم هو لا يتمنى لهم الشر هو دعاهم كثيرا وجاءهم بمعجزات لذلك ربطت الآية هنا بين القلوب والإيمان لدي آية هنا الله تعالى يقول فيها في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذن السكينة نزلت أين في القلوب ليزدادوا إيمانا إذن هذه آيات كلها تربط بين القلب وبين الإيمان ثم قال في الحجرات وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إذن الإيمان أخي الحبيب لا يمكن أن تراه الله هو الذي يطلع على القلوب أنا لا أستطيع أن أرى إيمان الشخص أستطيع أن أرى صلاته صيامه شكله الخارجي كلامه لاحظت؟ الآن سنكتشف أن الأعمال هي من الإسلام بينما الإيمان هو من عمل القلب الآن هنا تتضح لنا الصورة في الآية التالية قالت الأعراب آمنا هذه آية قوية جدا وواضحة جدا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور الرحيم انظر أخي الحبيب هذه الآية الشديدة الوضوح توضح لك الفرق بين الإيمان والإسلام هؤلاء الأعراب هل كانوا يقيمون الصلاة نعم هل كانوا يؤدون الزكاة نعم هل كانوا يصومون نعم هل كانوا يقولون لا إله إلا الله نعم هل كانوا يحجون نعم كلها أعمال تسمى أعمال الجوارح يعني أنت أنت تصلي من خلال الوقوف وقراءة القرآن تحرك لسانك تقف ببدنك تسجد ترك عمل الجوارح الجسد يعني أعضاء الجسد طيب لماذا قال لهم قل لم تؤمنوا لأن الإيمان بالقلب وليس بالعمل هم طبقوا أركان الإسلام طبقوا أركان الإسلام سنأتي بعد قليل لنطل على الآيات التي ورد فيها وردت كلمة الإسلام فيها ومعناها إذن هؤلاء الأعراب بسبب خوفهم من العقوبة خوفهم من الحرب خوفهم على أموالهم على أولادهم على تجارتهم على متاعهم على أنفسهم أسلموا ظاهريا ولكن هذه القلوب لم يدخل فيها الإيمان بعد اليوم أيها الأحبة هناك كثير من المسلمين وقليل من المؤمنين هل تعلمون لماذا لأن المنافق يصلي ولك الرياء ويتصدق ولكن مفاخرة ورياء أيضا يصوم يرتل القرآن ليقال صوته جميل مثلا ينفق ليقال جواد أو كريم إلى آخره كثير من الناس يؤدون الصلاة ولكن في داخلهم لا يوجد إيمان منافقون يعني نحن نرى اليوم بعض من يلتزم بمظهر إسلامي يحافظ على الصلاة يقرأ القرآن يرتل القرآن أفضل مني ومنك ولكن في داخله منافق طيب هل هذا الإنسان مؤمن لا هذا الظاهريا مسلم لذلك هنا عندما خاطبهم القرآن قالوا آمنا قال لا قولوا أسلمنا أسلمنا خضعنا للقانون ما معنى إسلام خضوا استسلام يعني خضعنا للقانون ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يعني يعني هو قريب منكم ولكن يجب أن تسمح له أن يدخل يجب أن تتخلى عن التكبر عن الكذب عن الحقد عن الانتقام حب الانتقام تتخلى عن حب المال حب الدنيا سيدخل وقتها الإيمان طيب هنا آية أخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كاتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه إذن الإيمان يكتب في القلب ويدخل في القلب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تمام هذه مهمة جدا أيها الأحبة الصلاة ليست أعمال القلب إذن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام تدل على استسلام الإنسان وخضوعه وقبوله بقانون الله الله تعالى يقول وله أسلم من في السماوات والأرض أي خضع والتزم بقانون الله سنأتي إلى هذه الآية بعد قليل هنا أيها الأحبة نأتي الآن ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام لدينا آيات مهمة يجب أن نتأملها أيها الأحبة إذن خرجنا بنتيجة مهمة من القرآن أن الإيمان أين مكانه القلب مكانه القلب طيب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدا منهم ونحن له ماذا ماذا مسلمون طيب بدأت الآية آمنا وانتهت بكلمة مسلمون بدأت بالإيمان وانتهت بالإسلام طيب ما هو الفرق طيب دعونا نقرأ آية ثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون إذن آمنا ثم مسلمون طيب هل هذه مثل هذه لا آمنا أي اقتنعنا بما جئت به من عند الله الإيمان هو الاقتناع أن تقتنع بالشيء واشهد بأن مسلمون أي استسلمنا لما تأمرنا به من الصلاة والزكاة وكل الأوامر أيها الأحبة لكي نفهم الفرق بين الإسلام والإيمان أنا لدي مثال لطيف جدا من لنفرض أن هناك قانون للسير ينظم حركة المرور هذا القانون يقرر أن كل من يتجاوز السرعة المقررة مئة كيلو متر في الساعة مثلا فإنه يتعرض لغرامة أو لسجن أو لمصادرة رحصته إلى آخر عقوبة معينة طيب الآن إذا نظرنا إلى الطريق نلاحظ أن معظم الناس مستسلمون لهذا القانون خضعوا لهذا القانون هذا اسمه استسلم خضع طبق القانون يعني بمعنى آخر ولكن كم واحد من هؤلاء مقتنع بأن هذا القانون صح ربما قليل منهم لاحظتم المقتنع هو المؤمن يعني عندما أنت تعتقد بأن هذا الشيء صحيح أنت تؤمن به وعندما تخضع له وتطبقه عمليا أنت مسلم به لذلك لذلك عندما أنا أقتنع بالله وأقتنع بالملائكة وأقتنع باليوم الآخر أقتنع بالقرآن أقتنع بأن محمد رسول الله أقتنع بأن كل شيء من عند الله هذا كله عمل قلب إيمان لا يمكن رؤيته لا تستطيع أن ترى ولكن الذي المرحلة الثانية هي الإسلام أن أطبق هذا الشيء الذي اقتنعت بي عندما أطبق الصلاة والزكاة والصيام والعمل الصالح وأقوم بهذه الأعمال إذن أنا استسلمت لله خضعت لقانون الله لأن الدين عند الله ما هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والإسلام أيها الأحبة الدين عفوا الدين هو القانون هو مجموعة القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لذلك قال في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في قانون الملك إلا أن يشاء الله فالدين هو القانون والإسلام هو مجموعة القوانين التي إذا طبقتها تكون مسلمة ما هي القوانين على رأسها شهادت أن لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك هناك ملحد يقول لا إله إلا الله ولكنه ملحد لا قيمة لما يقول يجب أن يؤمن بقلبه وليس بلسانه فاللسان هو عمل جوارح إذن أخي الحبيب أصبح لدي فرق واضح أن الإيمان مكانه القلب لذلك أركان الإيمان يجب أن يكون مكانها القلب الإيمان بالله مكانه القلب الإيمان بالكتب السماوية مكانه القلب الإيمان بالملائكة بالقدر كلها محلها القلب هذه أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أيضا مهم أن تؤمن بالآخرة ومكانه القلب وأن تؤمن بالقدر خيره وشريه نحن لا نستطيع أن نرى أركان الإيمان لدى أي شخص مكانها القلب لذلك إذا فقدت يتحول الإنسان لمنافق مع أنه يصلي ويصوم إلى آخره ولكنه منافق لماذا؟ لأن القلب هو محل الإيمان أو النفاق بينما الجوارح هي محل العمل الصالح أو الاستسلام أو الإسلام لذلك هنا أصحاب سيدنا عيسى ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني آمنا اقتنعنا وآمنا بما جئت به صدقنا بما جئت به وأيقن أنك رسول الله وأيقن بكل شيء جئت به من عند الله واشهد بأن مسلمون أي مستسلمون خاضعون سنطبق الصلاة التي أمرك الله بها والزكاء إلى آخرين سيدنا عيسى في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فإذن الصلاة والزكاة ليست من عمل القلب يعني أنا لا أستطيع أن أتصدق بقلبي لاحظت أخي الحبيب لذلك من الخطأ الكبير أن تقول إن الزكاة لأركان الإيمان لأننا رأينا أن الإيمان مكانه القلب فأنا لا أستطيع أن أتصدق بقلبي لا أستطيع أن أصلي بقلبي لا أستطيع أن أحج بقلبي وأنا جالس إذن آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون طيب أنا أقدم لكم حقائق ودلائل من القرآن لنزداد يقينا أيها الأحبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب لماذا بدأت بالإيمان انتهت بالإسلام هذا هو نمط القرآن على فكرة يعني يبدأ بالإيمان ينتهي بالإسلام غالبا يا أيها الذين آمنوا إذن الخطاب لإنسان مؤمن طيب لماذا لم يقل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون قال مسلمون مسلم أي أطبق أركان الإسلام أخضع لقانون الله الإيمان مكانه القلب ولكن يصدقه العمل لذلك في القرآن كله نجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لاحظتم أيها الأحبة طيب هنا آية أخرى أنا طبعا أسرد الكثير من الآيات لنطمئن أيها الأحبة أن القرآن دقيق جدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم إذن الإسلام أن تستسلم تماما والاستسلام عمل الجوارح أنا كيف أحكم على مدينة بأنها مسلمة من خلال مظاهر الإسلام فيها خلال المساجد أرى مثلا الحجاب أرى إقامة الصلاة أرى الزكاة إلى آخره أرى الصيام أرى الحج هذه كلها تظهر لي أن هذه البلد بلد إسلامية أو مسلمة بينما الإيمان لا أستطيع أن أرى حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله عن المنافقين لا تعلمهم نحن نعلمهم يعني المنافق نفاق في القلب والإيمان في القلب من الصعب أن تعلمهم طيب وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهو عيسى عليه السلام قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يعني آمنا أي صدقنا واقتنعنا واشهد بأننا مسلمون أي طبقنا ما أمرتنا به أي خضعنا واستسلمنا لما أمرتنا به تماما مثل الذي يطبق قانون السير خضع للقانون وطبقه نفذه يعني ولكن في داخلي هل هو مقتنع؟ هنا القضية بعد ربما كثير من الناس غير مقتنعين بهذا القانون ولكن هم مجبرون على تطبيقه خوفا من العقوبة الله تعالى لا يريد منك الإسلام يريد منك الإيمان والإسلام معا يعني الإسلام لا يكفي لأن الله لا يدخل الجنة أحد مكره لأنه لم يكره أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن هنا أخي الحبيب الإسلام هو التطبيق العملي للإيمان طيب السحر ماذا قالوا؟ قالوا لفرعون وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أي خاضعين لك مستسلمين لك مطبقين للأوامر التي أمرتنا بها وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لاحظ أخي الحبيب الإيمان والإسلام لا ينفصلان عن بعض لذلك الرسل والأنبياء كانوا مؤمنين أولا ثم مسلمين كلهم لا نستطيع أن نقول إن أتباع مثلا موسى عليه السلام كانوا مسلمين وأتباع محمد كانوا مؤمنين لا أتباع الأنبياء جميعا كانوا مؤمنين بقلوبهم مسلمين بأبدانهم خاضعين يعني مستسلمين مسلمين لله عز وجل مطبقين لما أمرهم الله به حتى فرعون ماذا قال عندما أدركه الغرق هذه الآية قال آمنت بالذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين يعني خضوع كامل آمنت يعني إيمان في القلب وخضعت تماما ومستعد أن أطبق ما أمرني الإله الذي آمنت به بني إسرائيل طبعا بني إسرائيل بعد ذلك آمنوا بالعجل يعني للأسف إذن أيها الأحبة فرعون آمن واستسلم أخيرا ولكن الآن وقد عصيت من قبل يأتيه الجواب الصادم أن زمن أو يعني فترة الإيمان انتهت لأنك رأيت الحق رأيت الغرق الغرق فأنت آمنت كذبا وأسلمت كذبا وربما لو نجاه الله سيعود لكفره وإلحادي أنا لدي آية لطيفة جدا هنا أيها الأحبة توضح لنا المعنى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية لماذا بدأت بالإسلام ثم الإيمان لأن الإسلام هو التطبيق العمل الذي يدل على أنك آمنت ولكن ليس من الضرورة أن كل مسلم يكون مؤمنا هناك مسلم ظاهريا ولكنه في قلبه منافق والمنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولياذ بالله عذابهم أسوأ من الملحدين أو من المشركين في الدرك الأسفل من النار فهنا بدأ بالإسلام إن المسلمين والمسلمات ثم ارتفع درجة والمؤمنين والمؤمنات لأن الإيمان أعلى من الإسلام الذي يدخل كالجنة الإيمان أولا ربما إنسان مؤمن كما في الحديث الشريف قتل تسعة وتسعين نفس وأتم بهم المئة ثم آمن بالله لم يصلي لم يصم لم يفعل شيئا ولكنه فكر أن يتوب فأدخله الله الجنة وتاب عليه وقصص كثيرة في الصحيحين عن أناس آمنوا بالله أو عملوا أعمال بسيطة ودخلوا الجنة بسبب تعلق قلوبهم بالله عز وجل خوفهم من الله طيب هنا أيضا عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إذن الإسلام هو درجة هي البداية الإسلام ثم الإيمان الإيمان أعلى التقوى أعلى القنوط أعلى إلى آخرين طيب الإيمان عكسه النفاق أيها الأحبة ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين لحظت أخي الحبيبي أنا طبعا أكثرت من الآيات فقط لتقتنع معي أن الإيمان مكانه القلب وليس الجوارح يعني لا أستطيع أن أقول لك إنني أصلي لأنني مؤمن لا لأنني أخضع لهذا القانون الإله هو قانون الصلاة عندما أستسلم له وأخضع له ربما أخضع له طوعا أو كرها يعني الإسلام قد يكون طوعا أو كرها إنسان قد يقيم الصلاة خوفا من القتل خوفا على ماله أو رياءا نفاقا الله تعالى يقول أفغير دين الله يبغون يعني أفغير القوانين التي وضع الله يبغون هؤلاء يريدون أن يستبدلون يعني يضعون قوانين غير قوانين فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أسلم خضعين ولكن هنا ماذا قال طوعا وكرها إذن هناك إسلام طوعي وإسلام على كرة طوعا وكرها وإليه يرجعون فالإسلام الطوعي يعني مؤمن إيمان مقتنع أنا أطبق قانون السير لأنني مقتنع به لأنه يحقق السلام لي شخص آخر يطبقه خوفا من العقوبة هذا غير مؤمن به فرق كبير بين هذا وذاك أيها الأحبة لذلك الله تعالى ماذا قال قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على لم يقل المسلمين والمسلمات لأن كما قلت لكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور الرحيم إذن الإيمان درجة أعلى بكثير من الإسلام يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهكذا إلى آخره يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى آخره الآية معروفة يعني طيب الإسلام أخي الحبيب هو الاستسلام والخضوع خضوع لتطبيق أمر الله وهذه الآية التي قرأناها آنفا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إذن هناك خضوع طواعية عن قناعة عن إيمان وهناك خضوع مكره مثل المنافق مكره على الصلاة لتحقق مصالحه مكره على أن يظهر بمظهر إسلامي ليحقق مصالحه هذا مسلم كرها يكره يكره الإسلام ولكنه ظاهريا يطبق الإسلام لمصالح معينة طيب الأنبياء كانوا مسلمين صح وكانوا مؤمنين يعني مثلا سيدنا إبراهيم عندما أخذ سيدنا إسماعيل قال فلما أسلم وتله للجابين يعني استسلم لتنفيذ أمر الله عز وجل عندما أمره أن يذبح ابنه إسماعيل استسلم إذن استسلم هو صدق الرؤية أولا يعني هو أولا آمن أن هذا من عند الله يا أبتي فعل ما تؤمر يا أبتي فعل ما تؤمر هذا إيمان هذا إيمان الإسلام أو الخضوع أو التطبيق العمل للإيمان هو الإسلام أسلم استسلم طبق عمليا أخذه وا استسلم سيدنا إبراهيم وإسماعيل لأمر الله وهنا طبعا وفديناه بالذبحة عظيم رأيتم أيها الأحبة هناك فرق بين الإيمان والإسلام طيب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لم يقل للإسلام قال للإيمان لأن الله يختار لك الخير دائما يختار لك الشيء العالي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لحظتم أيها الأحبة يعني يمنون عليك أن أسلموا كانوا يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نحن أسلمنا يمنون عليه عليه الصلاة والسلام الله ماذا قال لهم قل قل يا محمد لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعني الله هو الذي هداكم لتكونوا مؤمنين مسلمين طيب جميع الأنبياء كانوا مؤمنين ومسلمين يعني مثلا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن جميع الرسل كانوا مؤمنون كانوا مؤمنين طيب أيضا كانوا مسلمين كما قلت لكم أيها الأحبة يعني من الخطأ الخطأ الشديد وعدم الدقة اللغوية أن نقول إن أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين وأتباع عيسى أو بقية الرسل مسلمين هذا خطأ لأن الإسلام والإيمان شيئين مترابطين الإيمان محله القلب الإسلام محله الجوارح التطبيق العملي لذلك هنا عندما نقول الصلاة نبحث الصلاة من عمل القلب هل أنا أصلي بقلبي لا هي من عمل الجوارح تحتاج إلى وضوء وحركة وذهاب للمسجد أو وقوف وركوع وكذا إذن هذا ركن من أركان الإسلام تدل على أنك استسلمت أما إذا قلت الصلاة من أركان الإيمان معنى ذلك أن محلها القلب لأن الإيمان كما رأينا في كل القرآن محله القلب طيب أتباع عيسى عليه السلام كانوا مؤمنين أيضا ليس فقط أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال الحواريون يا عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال تقوا الله إن كنتم مؤمنين خاطبهم بصفة مؤمنين سيدنا موسى ماذا قال الآية طويلة هنا قال وأنا أول المؤمنين إذن سيدنا موسى كان مسلما صح ولكن قبل ذلك كان مؤمنا لاحظتم أيها الأحبة وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن هنا أيها الأحبة أن تبوأ إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين إذن هنا صفة الإيمان صفة لسيدنا موسى والمؤمنين معه سيدنا موسى ماذا قال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لاحظت أخي الحبيب الإيمان غير الإسلام فهو خاطب قومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يعني إذا دخل الإيمان إلى قلبك إذا طبق تعاليم الإسلام خلال الصلاة والزكاة إلى آخر استسلم يعني كيف يستسلم الإنسان من خلال تطبيقه لهذا القانون تمام مثل قانون السير يعني واحد يقول لك أنا مؤمن بقانون السير مقتنع به ثم يخالف الإشارة ويخالف السرعة ويخالف إذن أنت غير مؤمن حتى تثبت لي أنك مؤمن طبق هذا القانون التطبيق العمل للإيمان هو من خلال الصلاة والزكاة والصيام والصدقة إلى آخر سيدنا إبراهيم كان مؤمنا أيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إذن سيدنا إبراهيم كان من المؤمنين هو يدعو للمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين معه يعني ثم قال في آية أخرى في سورة البقرة ربنا واجعلنا يعني هو وسيدنا إسماعيل عندما أقاما الكعبة المشرفة ماذا قال قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إذن آيتان أيها الأحبة سيدنا على لسان إبراهيم هاتان الآيتان على لسان سيدنا إبراهيم الآية الأولى يؤكد أنه من المؤمنين والآية الثانية يؤكد أنه من المسلمين إذن أكرر وأقول من الخطأ أن نقول إن الأنبياء كانوا مسلمين أو أتباع مثلا عيسى وموسى وإبراهيم كانوا مسلمين وأتباع محمد كانوا مؤمنين لا كل الأنبياء كانوا مؤمنين بقلوبهم مسلمين بأعمالهم بتسليمهم الآن أيها الأحبة سيدنا يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لأن سيدنا يونس كان مؤمنا أيضا وكان مسلما سيدنا نوح وما أنا بطارد المؤمنين إذن هو وصف من معه بالمؤمنين سيدنا نوح ماذا يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار إذن أتباع سيدنا نوح كانوا مؤمنين وأتباع سيدنا محمد مؤمنين أيها الذين آمنوا موجودة كثيرا في القرآن يخاطبهم بصفة الإيمان إذن أيها الأحبة كثير من الأنبياء فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أم موسى ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إلياس إنه من عبادنا المؤمنين أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أصحاب الأخدود منذ ألاف سنين إذن كل الأنبياء كانوا مؤمنين ومسلمين السحر ماذا قالوا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا والإسلام لا ينفصل عن الإيمان الإيمان هو عمل في القلب هو اقتناء الإسلام هو التطبيق العملي باختصار فلا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مؤمناً من دون أن يكون مسلم ولا يمكن لسيدنا نوح أن يكون مؤمن من دون أن يكون مسلم أو يكون مسلم من دون أن يكون لأن الإيمان مرحلة يجب أن تسبق الإسلام في القلب تؤمن بقلبك ثم تطبق بجوارحك التعاليم ولذلك أصبحت القضية واضحة أننا عندما نقول بني الإسلام على خمس يعني أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله هي عمل اللسان ينطق بها بلساني تحتاج إلى حركة الصلاة أنا أستطيع أن أرى شخص يصلي أستطيع إذا كنت جالس مع الشخص وحان وقت الأذان أستطيع أن أعلم أنه يصلي أو لا يصلي من خلال قيامه للصلاة ببساطة أما هل أستطيع أن أعلم أنه منافق أو غير منافق لا مؤمن أو غير مؤمن لا الزكاة من أعمال أيضا البدن أنا أستطيع بالفعل أن أرى فلان بنى مسجدا لله أعلم ذلك ولكن لا أستطيع أن أعلم ماذا في قلبي الصيام كذلك يمكن أن نرى نرى مظاهره على الأقل والحج نرى والحج نرى ذهب وجاء ومشى وطاف وسعى إلى آخرين أنت ترى هذه الأعمال فهي من أركان الإسلام أي الاستسلام التي تدل على أنك خضعت للقانون أكرر مرة ثانية مثل قانون السير كيف أعلم أنك خضعت لهذا القانون من خلال ماذا؟ من خلال استسلامك أي تطبيقك له نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق